الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله في مبدأ كل أمر ومنتهى حرّص وما تخوّنش هذا مثل حق يتداوله الناس ويعني أن يكون المسلم دائما حذرا يقظا متأهبا للأمور قبل وقوعها والحذر ظاهرة صحية ما دامت في إطارها المعقول لأنه بقاية خير من العلاج فمن كان حذرا قل زلله وكان صوابه أكثر من خطأه وبالحذر دائما يحفظ الإنسان لأنه أخذ بالأسباب وبالغفلة يقع الإنسان ويندم ولا تساعة مندم فلا ينفع حينئذ الليت ولا لو والعاقل هو الذي لا يستهون شيئا صغر أم كبر ولقد أحسن من قال لا تحقرن صغيرا في مخاصمة إن الذباب يدمي مقلة الأسد الذباب الكائن الضعيف هذا إذا نزل على عين الأسد ووقف عليها فإنه يستطيع أن يجعل الدم يسير من الأسد والذباب هو الذباب والأسد هو الأسد وقالوا قديما معظم النار من مستصغر الشرر قالوا هذا من أجل الحذر واليقظة والتأخب من الأمور التي تبدو في ظاهرها خطرا صغيرا فإذا ما دارت عليها الأيام كبرت وكانت فيها مهلكة مستقبلية وكان العرب يمدحون الذئب لحذره فيقولون ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المناية فهو يقضان هاجع ولأجل الحذر شرع الله تبارك وتعالى صلاة مخصوصة في الأخطار تسمى بصلاة الخوف حتى يكون المسلمون في أعلى درجات التأهب والتيقض وكان سيدنا عمر فيما ينسب إليه يقول لست بالخب يعني أنا لست مراوغا ولا مخادعا ولا الخب يخدعني ولا المخادع المراوغ يخدعني لحذري ولتيقضي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المتيقضين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين